هذا أخونا مشال قحطاني المذيع هل تتفقون معي من يقول أن حكم المباراة بقراراته وتعامله مع أحداث المباراة ربما يكون عنصر مؤثر في تقليص مدة اللعب الفعلي في المباراة حالت حكيم بكل تأكيد طبعاً أعتقد أن الإيقافات كثيرة وحتى الوقت الذي نأخذه في الإيقاف المباراة أعتقد أنه وقت طويل جداً وأنا عندي وجهة نظرة على موضوع الفار أعتقد أن الوقت الذي نستهلكه في مراجعة الفارة توقع أنه يقتل المباراة يقتل المباراة بشكل كبير لأنه إذا أنت ماشي على رتم معين في المباراة وماشي على سرعة معينة في المباراة ووقفت عشان الفار مدة طويلة أعتقد أن هذا الفريق الذي مستعجل بيهدر رتمع